اشتركوا في القناة تختصر الصورة وشكل الحياة خلفها احنا وضعنا 30 نفر في بيت واحد وكل واحد من اخوتي كل 10 تنفار في غرفة واحدة والوضع عندنا سيء بالسفر ولا شغلة ولا عملة بيشتغلوش هذا مع ازمة وهذا مع القالب وهذا مع ضغط والحمد لله وعايشين يعني معديينها يوم طبيق عدس يوم طبيق بطاطا يوم بصارة ومشينها الوضع والحمد لله الهموم والاحزان لم تفارق العائلة منذ سنوات جراء حياتها البائسة وظروفها المعيشية التي يرثلها اشقاء اربعة بعائلاتهم يعيشون في هذا المكان يأكلون ويشربون ينامون واستفقون ولا شيء يتغير سوى المزيد من الفقر والفاقة من كتر انا ما بشوف من غرفتي منها مطبخ منها نوم منها اكل من شربي كله في قلب غرفتي يعني نفسيتي تعبت انا من كتر ما بشوف يعني مشاكلنا كل يوم هادي بتضرب اطفالي كلهم زادت معهم على نفسية ابني عندي تعبان ابني هادر يزيزت معادي جيت نفس من ايش من جلت فيش واسع فيش مدى اللي نطلع فيه حتى الهواء مش شايفينه احنا دقيقة كله مطبخ ما عنديش انا غرفة ايش غرفة العشر تنفار كيف هذه النفسيتي بدها تصير امن ما طلبت من ابي حاجة عشان ابي معيش هاك هاللحبة او مش قادر اجيبها اوضاع العائلة التي تسببت في حالات نفسية للصغار والكبار اضافة الى الامراض الجسدية تحتاج الى وقفة حقيقية من اهل الخير للانتقال بعائلة بربخ التي يشعر ابناؤها بالموت وهم على قيد الحياة من الفقر المضقع الى الحياة الاعتيادية لا ننام في وقت الشتاء ناهل نعمة من الله ولكن بقر الشتاء ليس لدي الشتاء ولكن لا ننام في الشتاء لان الامطاطة ساقط علينا وفي الصيف انظروا كما في الصيف حالة تعب واشقاء حتى ساتر البيت كله كل العائلة محضة نفسي نحن بدنا مساعدات لتغيير هذا البضاء انظر ايضا لهذا البيت الحقيق لا يساوي شيء حتى للاغنام لا تنم فيه لو جبنا اي شيء تعوث اوروبا كالحصن او الابقار والله لا يؤمن على هذه النام في هذا البيت كما هذه العصافير حبيسة قفصها تبحث عن الحرية فان عائلة بربخ تبحث عن حريتها وانعتاقها من نفق الفقر حالك الظلمة قال الفاروق عمر بن الخطاب لو كان الفقر رجلا لقتلته هنا وفي هذا المكان عائلة بربخ تبحث عن من يقتل فقرها الذي حل ولم يرحل منذ امد محمد الاسطالة تلفزيون القدس من مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر